معرض صحافتي من قناة الشرق نيوز أهلا بكم مشاهدين الأكارم وهذه جولة سريعة بين مختلف الصحب الوطنية والعربية للإطلاع على أبرز ما جاء فيها من عنوين ومواضيع لنهاري اليوم والبداية مشاهدين الأكارم بالشرق اليوم التي عنوانت صفحتها الأولى بمختلف المواضيع أبرزها مديرة التكوين في الطور الثالث رشيدة بوعلوش تقول للشرق وتصرح للشرق إنشاء 116 مدرسة وجديد مسابقات الدكتوراه مشاريع الدكتوراه تهدف للتحول نحو جامعة الجيل الرابع وربط مشاريع الدكتوراه بالتنمية الاقتصادية وتطالعون مشاهدين الأكارم عديد المواضيع وعديد العنوين الفرعية تأتيكم ضمن هذا الموضوع نبقى وإياكم في الصفحة الأولى للشروق اليومي وتعود اليومية على صدر صفحتها إلى الترحيب الشعبي الكبير الذي حظي به رئيس الجمهورية خلال زيارة عمد وفتغفقد إلى ولاية تيزي والزوى في عنوين فرعية تطالعون ست منظمات وطنية تنشد رئيس الجمهورية الترشحة للرئاسيات وحسب ما جاء في مجلة الجيش إرهاصة العهد الجديد أصبحت واضحة للعيان بينما يقول الاتلاف الحزب الداعم لترشح رئيس يناقش الحملة الانتخابية على رأس الصفحة الأولى للشروق اليومي تطالعون هذا العنوان وسجلات باسم الموتى والمجانين لاستراد الألات الصناعية ومثول 22 متهم في القضية أمام محكمة بير مراد رئيس في عنوان آخر تقرؤون هذه أجال تسديد من أحوى علوات ومرتبات المتقاعدين كما تطالعون أسفل الصفحة الأولى مواضيع متفرقة تأتيكم كالتالي الخضر يستقبلون غيني الاستوائية في وهران أو عن نبا مستثمرون يستغلون عقارات عمومية مجانا ومطالب بالجبايا وانخفاض العقار مع عدل 3 وتوزيع ربع مليون سكن مشاهدين الأكارم نبقى وإياكم ضمن الشروق اليومي واخترنا لكم منه بعض المقالات أول مقال جاء فيه ما يلي إنشاء 116 مدرسة دكتوراه تحضيرا لفتح المسابقات ومشاريع الدكتوراه تهدف للتحول نحو جامعة الجيل الرابع أحصى توازرة التعليم العالي والبحث العلمي 116 مدرسة دكتوراه تم إنشاؤها تحضيرا لفتح مسابقة التكوين في الطور الثالث للسنة الجامعية 2024-2025 والتي ستجرى لأول مرة وفق الاستراتيجية الجديدة للتكوين التي تهدف لفتح تخصصات في الدكتوراه تتماشى والتطورات التي يشهدها العالم تقنيا وتكنولوجيا واقتصاديا وفي السياق كشفت مديرة التكوين بالدكتوراه بوزارة التعليم بعلوش رشيدة للشروق عن مستجدات التكوين في الطور الثالث للسنة الجامعية 2024-2025 وفقا للرؤية الجديدة التي صهرت عليها الوزارة لإخلاجها لأرض الواقع إذ ثمت المصادقة على 116 مدرسة دكتوراه تضم 34 مدرسة دكتوراه جهوية في الوسط و25 مدرسة دكتوراه جهوية في الشرق و29 في الغرب بالإضافة إلى 28 مدرسة دكتوراه وطنية تجمع بين مختلف مؤسسات التعليم العالي في الجنوب والوسط والشرق والغرب وفي عنوين أخرى تطالعون فتح 416 تخصص ضمن 69 شعب والأولوية للإنجليزية والرياضيات والإعلام الآلي نبقى وإياكم ضمن أشرق اليومي وإلى مقال آخر عنوين كالتالي الجزائر تجدد رفضها لأي تدخل خارجي في المشهد الليبية أكدت الجزائر على الأهمية تحقيق المصادحة الوطنية في ليبيا بمساهمة جميع أبنائها في إطار مشروع وطني شامل يحقق طموحاتهم المشروع في بناء دولة ديمقراطية ودعا وفد الجزائر المشارك في جلسة الحوار التفاعلي حول تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لتحسين حالة حقوق الإنسان في ليبيا في إطار الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجونيف إلى ضرورة إلاء الاهتمام اللازم بالمصارين السياسي والأمني إلى جانب الاستحقاق الانتخابي المنتظر تطالعون نقاط مهمة تأتيكم ضمن هذا المقال واخترنا لكم دائما من الشروق اليومي مقال آخر جاء فيه ما يلي هذه آثار عدل ثلاثة وتوزيع ربع مليون سكن على سوق العقارة توقعت الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية خفاضا في أسعار السكن خلال الأشهر المقبلة قد يتراوح بين العشر والخمسة عشر بالمئة وأرجعت الأمر إلى عملية توزيع السكنات الكبرى التي أقرتها الحكومة والتي بلغت مؤخرا ربع مليون مسكن وأيضا إطلاق عملية الاكتتاب في سكنات عدل ثلاثة أو النسخة الثالثة للسكنات العمومية للبيع بيال إيجار وفي السياق يؤكد رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية في تصريح للشروق أن عملية توزيع السكن التي باشرتها الحكومة بتاريخ الخامس جوليا المنصرم تزامنا واحتفالات الدكرى الثانية والستين للاستقلال وكذا بداية التسجيل مشروع عدل ثلاثة عبر الأنترنت والتي أتاحت ترسيم تسجيل قرابة المليون مسجل في ظرف خمسة أيام من فتح العملية يرتقب أن يساهم خلال المرحلة المقبلة في تخفيف الضغط على طلب العقار من الشروق اليومي إلى يومية الخبار مشاهدنا الأكارم وتطالعون فيها عديد المواضيع تأتيكم على النحو التالي الرئيس تبون في ضيافة تيزي وزو والولاية يعرفها وتعرفه جيدا تبون دشداء مشاريع حيوية وترجل في شوارع المدينة وخصة أو خصة باستقبال شعبي كبير ملعب المجاهد حسين أي تحمد تحفى رياضية بمرافق عالمية على أو أعلى صدر صفحة الأولى تطالعون مناقصة دولي لاستكشاف النفط والغاز الأولى في إطار قانون المحروقات الجديد والجزائر تسعى لتدعيم احتياطتها من النفط والغاز تقرؤون على الصفحة الأولى أكثر من 1.12 مليون مكتتب في عدل 3 والعملية لا تزال جارية والعدد مرشح للارتفاع مشاهدين الأكارم دون أن ننسى مختلف العنوين التي تأتيكم على الهامش الأيمن ليومية الشروق لنهار اليوم من جريدة الشروق إلى جريدة المساء مشاهدين الأفاضل وتطالعون فيها تيزي وزو ترحيب إكبار واثقة مطلقة ورئيس الجمهورية يفي بوعوده ويدشن بمعاينة مشاريع تنموية حيوية بالولاية وتقرؤون نظام تجماعة مثال للديمقراطية التشاركية ونموذج لتسيير الشأن المحلي ملعب أي تحمد انتشال بعد 14 سنة من ماضي أليم من سوء التسيير وإنجاز مستشفى بسعة 500 سرير وبرمجة كلية للطيب وتحرير الاستثمار تعود اليومية على الصفحة الأولى إلى عنوين أخرى وتكتب الجزائر حققت تطورا ملحوظا في بضع سنوات حسب ما جاء في افتتاحية الجيش التي أكدت أن إرهاصات العهد الجديد واضحة للعايان وتزيوزو غالية أنجبت رجالا أشاوس حسب ما قاله رئيس الجمهورية أثناء زيارته للولاية كما تطالعون عديد النقاط التي تطرق لها موضوع زيارة رئيس الجمهورية إلى ولاية تيزيوزو ومعاينة بعض المشاريع من يومية المساء إلى جريدة النصر وتقرؤون فيها مشاهدنا الأفاضل ما يلي استقبال شعبي حاشد للرئيس تبون بتيزيوزو وتوافض مواطنين من مختلف أنحاء الولاية للترحيب به تدشين ملعب المجاهد حسينة تحمد وإطلاق ومعاينة لعدة مشاريع تعود يومية النصر أعلى الصفحة الأولى إلى موضوع ثقافي بامتياز وتكتب تتويج الفائزين بجائزة أسيا جبار للرواية دون أن ننسى مختلف المواضيع التي تطالعونها في محتوى اليومية من جريدة النصر مشاهدنا إلى جريدة المشوار السياسي وتقرؤون فيها استقبال شعبي حاشد للرئيس تبون فيتيزيوزو والمواطنون عبروا له عن اعتزازهم وفخرهم بهذه الزيارة تدشين ومعايدة عدد من المشاريع التنموية والحيوية وتبون يدشن ملعب تيزيوزو الجديد أعلى الصفحة الأولى تعود اليومية إلى موجة حر قياسية تضرب سبع ولايات جنوبية ودرجات الحرارة تتجاوز الخمسين درجة مئوية بينما تقول أمطار رعدية وزوابع رملية بالولايات الداخلية كما تكتب اليومية في افتتاحية أو تنقل مجاءة في افتتاحية مجلة الجيش وإرهاصة العهد الجديد واضحة للعيانة تقرؤون في عنوين رئيسية أخرى مؤشرات قطاع الصيد البحري جد إيجابية هذا ما قاله منتوري وفي ملف قطاع غزة الكيان الصهيوني يشن حرب ترهيب وتهجير والمرصد الأروم متوسطي لحقوق الأنسان يؤكد على عشرات الشهداء والمصابين في قصف الاحتلال لوسط قطاع غزة دون أن ننسى مختلف المواضيع المتنوعة التي تأتيكم ضمن يومية المشوار السياسي من جريدة المشوار السياسي إلى يومية المصار العربي وتقرؤون فيها مشاهدنا ثلاث أو أربع عنوين رئيسة وهي استقبال ضخم لرئيس الجمهورية بيتي زيوزو من قبل أعيان ومواطني الولايات في عنوان آخر الهدهد اثنان يطيحه بالخفاش الصهيوني والعملية أرعبت الكيان وفضحته داخليا وخارجيا في الرياضة تقول يومية المصار العربي بيتكوفيتش يعيد النظر في عدة مراكز قبل تصفيات كأس إفريقيا الفين وخمسة وعشرين وأمنيا القضاء على إرهابيين اثنين وتوقف سبع ناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع واحد من الصحف الوطنية مشاهدنا الأكارم إلى الصحف العربية والبداية بيومية الشرق الأوسط التي تطرقت هي الأخرى إلى عديد المواضيع المحلية العربية والإقليمية وكتبت الناطو يباشر تزويد كرانيا بي ايف ستة عشر ويؤكد مصار ضمها هذا حسب اليومية طبعا وفي عنوان آخر تفاؤل إسرائيلي بالهدنة ويتمسكون بخطوط حمراء ونطنيه استقبل مبعوث بايدن وغالانت يؤكد أن حماس خسرت ستين بالمئة من مقاتلها بين قتل وجريح حسب ما جاء في يومية الشرق الأوسط طبعا في السعودية السعودية تجاهز لتشهيد أطول برج رياضي في العالم وولي العهد اعتمد تصميمه في لبنان خطة لبنانية لطرح النصف النازحين السوريين حسب ما تقول يومية الشرق الأوسط والبحرين تبطل عقوبة النائب لازدواجية جنسيته وفي العراق حكم قضائي عراقي بإعدام أرملت البغدادي حسب ما جاء دائما في اليومية من يومية الشرق الأوسط إلى جريدة القدس العربي مشاهدين وتقرؤون فيها عديد المواضيع أبرزها ما يلي مدينة غزة تحت النار وشهداء وعائلات محاصرة ونزوح كثيف القصف أو الاستهداف استهدف بوابل من الصواريخ وصعوبات في الوصول للمصابين مشاهدين الأكارم دون أن ننسى مختلف العنوين الرئيسية التي يمكنكم الإطلاع عليها ضمن يومية القدس العربي بجريدة القدس العربي نصل وإياكم إلى ختام معرض الصحافة لنهار اليوم كانت هذه بعض الصحفة المختارة لنهار اليوم وبعض المواضيع أيضا شكرا لكم على طيب المتابعة والإصغاء إلى اللقاء اشتركوا في القناة